ما إن فتح مطار صنع أمام الحجاج اليمنيين وغادر وفد حوثي إلى مطار جد لأداء مناسك الحج لأول مرة منذ بدء الحرب حتى شرعت الميليشيا الحوثية في تسييس حجهم وسخرت أبواقها الإعلامية وإذاعاتها ومواقعها لتسويق عنترياتها وبطولاتها لمخدوعيها معتبرة ذلك نصرا إلهيا مؤزرا وتنفيذا لوعود كاهنها القابع في الكهف زعمة أن هذه الانفراجة جاءت بفضل صواريخها ومسيراتها الإيرانية تأتي هذه التسييسات الحوثية الرعناء فيما العالم كله يعلم أن فتح مطار صنع للحجاج بعد تسع سنوات من الحرب والدمار جاء بموجب مبادرة سعودية ودولية لتأكيد حسن النواية تجاه الميليشيا المتعنتة على أمل إبدائها نوايا مماثلة ترد التحية بأفضل منها لإعادة الاستقرار بين البلدين الجارين وتهيئة أجواء السلام بين اليمنيين وإنهاء حرب كارثية كانت الحوثية المتسببة باندلاعها منذ انقلابها على الدولة والإجماع الوطني فعن أي انتصار تتحدث وكان وفد حوثي غادر أمس مطار صنعاء إلى مطار جدة لأداء مناسك الحج لأول مرة على متن الخطوط الجوية اليمنية يتقدمهم يحيى الرزامي رئيس ما يسمى باللجنة العسكرية الحوثية وعدد من الشخصيات الميليشياوية والقبلية في رحلة هي الثانية التي تنطلق من مطار صنعاء إلى المملكة مباشرة وتقل 275 حاجا وسبقتها أول رحلة تقل 273 حاجا وتتبعها ثالث ورابع يومي الأربعاء والخمير تقل كل منهما 180 حاجا وكان قد تم الاتفاق بين الرياض وسلطة الميليشيا غير المعترف بها على استقبال الحجاج من صنعاء من خلال إتاحة الرحلات الجوية أمامهم عبر مطار صنعاء الدولي ولقيت المبادرة مباركة دولية وإقليمية ومحلية حيث رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانز جرونبرغ بتسهيل الرياض للرحلات المباشرة من مطار صنعاء ضمن الجهود الهادفة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في البلاد الغارقة بالحرب منذ تسع سنوات